السلام عليكم كل عام انتم بخير بمناسبة شهر مضال مبارك اليوم حابب احكي عن عطر بوادي بين من البراند الفرنسي ماتيري برمير هذا العطر من اول مرة وصلتني ديسكوفري سيت من سنتين كانت اول عينة بتخلص عينة هذا العطر اجمل عطر برأي عطر جميل وما اخد حقه حابب احكي عنه بشكل بسيط كونه كان عطري اليوم لصلاة الترويح استمتعت فيه كتير فحابب صلت الضوء عليه العطر بيبدأ في ستاحية خشبية سبايسية منعشة وفاخرة بنفس الوقت بتوقع هي ريحة قادمة من نوتة السيبرول او نجراموثا اللي ما بيعرف هين نوتة هين نوتة بتعطيك ريحة بتشبه ريحة العود ولكن بشكل كيميكول مو مزعجة على العكس فاخرة تماما وتوظيفها بهذا العطر كان بيرفكت قد بالعطر بنشم ريحة اخشاب القاياك اخشاب القاياك هون او ريحته بالعطر عطتني ريحة خشبية بلسمية ريحة خشبية مدخنة بتذكرني شوي برواحة جلد جلد الناعم جلد المدبوغ ريحة جميلة جدا مشان تكتمل الصورة وريحة الخشب بشكل مثالي انضمت نوتة البتشولي بابعادة ترابية لتكمل الصورة وتعطينا ريحة خشبية باجمل شكل ممكن العطر ممكن يذكرك بعطور تاني من عطور الدار انا بشوفه جاي بالنص بين عطر فالكون لذر بين عطر سانتال استرال عطر فالكون لذر صاير مدخن زيادة عطر سانتال صاير اروماتيك ناعم شوي في جانب اروماتيك هذا بحسه جاي بالنص عطر موزون عطر خشبي مثالي العطر مناسب جدا للأوقات الحالية بشهر رمضان مبارك سواء للصلاة سواء للدوام لانه فوحانه جميل مو مزعج العطر فخم ومناسب حتى كمان للأعياد بتمنى العطر ياخد حقه بتمنى تجربه العطر يعني كونه ما اخد حقه مثل بقية العطور واكتبولي رأيكم بالتعليقات اذا جربتوه او اذا ما جربتو العطر وحابين تجربوا العطر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته